إلى حياة كريمة حيث بحث توزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم مع رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن مصطفى رجب إمكانية المشاركة في المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري حياة كريمة وخلال اللقاء قالت توزيرة الهجرة أن الوزارة سوف تقوم بترح مشاريع حياة كريمة على الكيانات المصرية بالخارج ليختار كل كيان مشروعا يتبنى ويقيد باسمه من جانبه رحب مدير بيت العائلة المصرية بهذه الفكرة معربا عن رغبة اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يكون أول المشاركين وتم الاتفاق على أن تكون البداية مشروع قرية بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية